قال مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت أكثر من سبعين صاروخاً على مناطق عدة في البلاد خلال الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية فيما قال قائد الجيش الأوكراني أن الدفاعات أسقطت ستين صاروخاً من ستة وسبعين صاروخاً أطلقتها روسيا ما أدى إلى انقطاع امدادات الكهرباء والمياه في عدة مناطق وأسفر التغار على مبنى سكني عن مقتل شخصين في كريفيري مصقت رأس الرئيس فولاديمير زلينسكي شنت روسيا الهجمات بعد يوم من تحذير قائد كبير للجيش الأوكراني من أنه لا يشك في أن القوات الروسية ستحاول الاستيلاء على كييف في أقرب وقت خلال شهر يناير